الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية يؤكد عدد من البرلمانيين أنه يحدد معالم السياسة المائية بالمغرب ويرنو إلى إعطاء دفعة قوية لمجال الاستثمار ربط الموضوعين في ضرفية حالية عنده أهميته لأن هذا ملفات لطويلة الأمد تهم القطاعات مختلفة هي أفقية عرضانية وليست عمودية تخص قطاعا دون الآخر فابتالي لابد من تعبئة الجهود الجميع كان الخطاب جلالة الملك خطابا متميزا لمس الواقع الحقيقي المغربي والمتعلق أساسا بمحورين أساسيين محور بالتعلق بالسياسات المائية والأمن المائي الذي نحن نعاني في كثير من نواحيه وعطى جلالته توجهته في هذا الشام كذلك تم الحديث على الاستثمار على الاعتبار أولا الاستثمار الرافع على الشغل النواب المنتمون لمختلف الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب شددوا على أن الخطاب الملك هو دعوة متجددة لتضافر جهود كافة مكونات الأمة من أجل ربح الرهانات المتروحة على المملكة الخطاب الملك يذكر بالبرامج البرنامج الوطني الكبير الذي يديه ولكن أيضا أكد على أن الموضوع الموضوع مشترك بين جميع الشركاء كما كانت المواقع المسؤولية لهم وجميع القطاعات مغرب يعيش جفف هيكلي لمدة طويلة وبمعنى أن هذا الوضع الجفف يفرض لنا سياسة خاصة وجلات الملك تحدث عن ضرورة اعتمد هذه السياسة الخاصة الاستثمار هي الركيزة الأساسية لبناء الطروة لخلق الطروة لخلق مناصب الشغل لا يمكن أن تكلم على 300 ألف و250 منصب شغل بدون أن يكون هناك استثمار وتشجيع استثمار عندنا منظم استثمارية الآن ولكن باقي عراقي وجلات الملك كده على هذا العراقي حكومة حرب هذا العراقي الخطاب الملك قدم دعوة صريحة للجميع حكومة ومؤسسات ومواطنين للتحلي بالصراحة والمسؤولية خطاب يؤكد النواب أنه جاء مستجيبا لدرورات ملحة تعرفها بلادنا بحيث يؤسس لمقاربة جديدة لتدبير ندرة المياه لجلب المزيد من الاستثمارات